بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله أبناء طلاب الصف الثالث في ذائي في درس أو مراجعة لكل ما تم دراسته خلال الفصل الدراسي الثاني سنكون إن شاء الله ناخذ إثراءات نراجع فيها اللي أخذناه خلال الفصل الدراسي الثاني سنراجع الدروس أو بعض الدروس على حصص متفرقة يا أبطال أول درس تكلمنا عن أهمية ارتداء الجوارب والأحذية وأكيد تذكرون أنه دائما بداية أي سنة دراسية دائما نتكلم عن أهمية أو بداية كل درس تربية بدنية نتكلم عن أهمية ارتداء الملابس الرياضية أو الزي الرياضي المناسب دائما لبس اللبس الرياضي المناسب لكل رياضة يساعد على أداء الرياضة بشكل احترافي أيضا نوه أنه يعد سلوك حضاري أيضا يقيك بإذن الله من الإصابات وأشياء كثيرة وتطرقنا للموضوع بشكل كبير وموسع ومفصل في درس أهمية ارتداء الأحذية والجوارب تكلم عن أهمية ارتداء الأحذية والجوارب أثناء مزاولة النشاط البدني يجب على كل ممارس إدراك أهمية ارتداء الحذاء والجوارب وما لها من فوائد في حفظ وتحقيق السلامة والوقاية من الإصابة أثناء الممارسة أول حاجة أنت قبل لا تلبس الحذاء البعض أحيانا خصوصا في المدرسة نسمع من بعض الطلاب يستأذن المعلم أنه ينزع حذاء أو يشير حذاء هذا خطأ لأنه لازم قبل لا تمارس الرياضة لازم تدرك أنه احترافيتك في أداء المهارات لا تصل لمستوى احترافي حتى يكون لديك حذاء رياضي مناسب لأداء الرياضة فمن غير المنطق أنك مثلا تلبس أحذية غير مناسبة لمارسة الرياضة وتتوقع أداء عالي منك لازم تتعود على مارسة الرياضة بلبس الحذاء المناسب الرياضي لكل رياضة ونلاحظ دائما أنه كل رياضة دائما لها حذاء خاص فنشوف مثلا أحذية السلة تختلف عن أحذية كرة القدم تختلف عن التنس أيضا تختلف الأحذية التي تستخدم في ملاعب مزروعة عن المضمار في ألعاب القوة عن الصلاة الداخلية في ملاعب كرة الطائرة واليد والسلة فهذا بناء على حركة اللعب وأيضا بناء على أرضية الملعب يتم اختيار الحذاء المناسب لأداء الرياضة ماذا يمكن أن يحدث لو أن أحدا مننا يشارك في اللعب بدون ارتداء حذاء البساطة يعني أنه لو أوجه لكم السؤال هذا يا أبطال وأخذناه قبل أكيد أنكم أبطال ومستذكريين وش اللي ممكن يحصل من العقل بديهيا إذا لم نرتدي ألا الحذاء أثناء ممارسة الرياضة أكيد أول حاجة الأداء رح يقل أيضا المنظر رح يكون غير لائق أيضا قد تتسبب لأنفسكم بإصابات البعض يقول ممكن نكون جميعنا بدون أحذية فكيف رح تحصل إصابات قد يكون هناك حجر زجاج في الملعب يتسبب لك بجرح أو إصابة تعيقك على ممارسة النشاط الرياضي في الفترة الطويلة لذلك يجب عليك عند أداء ممارسة النشاط البدني الالتزام بارتداء زي الرياضي المناسب وهذا شيء نذكر في جميع حصصنا قبل ممارسة الرياضة لازم تكون لابس اللبس الرياضي المناسب وأهم حاجة الحذاء الرياضي المناسب طيب ماذا يمكن أن يحدث لو أن أحدا مننا يشارك في اللعب بدون ارتداء حذاء قد تتسبب في إصابات بسيطة أو إصابات بالغة الخطورة مثل الكسور والجروح أيضا قد تزيد نسبة إصابتك أكثر من أي لاعب آخر هل من المهم ارتداء الحذاء الرياضي أثناء اللعب؟ بكل تأكيد لا يمكن اللعب بدون حذاء رياضي ولكن رياضة حذاء خاص ولكل شخص حذاء خاص يناسبه هنا أنا راح أتطرق لموضوع مهم أول حاجة البعض ممكن يجيني يقول أنه أنا ما أرتدي حذاء ولم أصب بإصابة بينما زميلي ارتداء حذاء وأصيب بإصابة نحن لا نقارن بالشكل هذا نقارن بالحالات التي ممكن تكون خطيرة الإصابات أو التي ممكن تكون فيها جروح ممكن لو كان لاعب يرتدي حذاء يكون حاد من أسفل الحذاء وإنت تكون بدون حذاء ممكن لو دهس على رجلك قد تتسبب لك بجروح خطيرة جدا وهذا كلنا شيء ما نتمنى فلذلك لازم تلتزم بإرتداء الحذاء أيضا البعض يرى حذاء على زميله أو على لاعب ما فيقول أنه أنا أبغى أحصل على نفس الحذاء تأكد أنه ارتدائك للحذاء اللي يناسبك يختلف عن حاجة زميلك من حذاء آخر لذلك لازم تعرف الحذاء اللي يناسبك أنت كشخص وليس ما يكون جميلا على الآخرين يعني أنا لما أشوف حذاء جميل على زميني مو بالمقياس أنه يناسبني أنا لازم أروح أرتديه وأشوف هل هو مناسب لي أو لا وقتها أقرر حسب راحة الحذاء وحسب أدائي في حركة الحذاء لذلك لا تختار الحذاء بناء على آراء الناس أو بناء على ارتداءهم للأحذية حسب نظرة عينيك لازم تكون حسب ما ترتديه أنت وحسب ما ترتاح لأنت يا بطن ما فائدة ارتداء الحذاء الرياضي أثناء اللعب أولا يقيك بإذن الله من الإصابات ويساعد في أداء الرياضة بكل سهولة وراحة يعد سلوك حضاري ارتداء الزي الرياضي المناسب والحذاء المناسب لأداء الرياضة قلناها ونواهنا أنه يقيك بإذن الله من الإصابات يجعل مستواك أعلى بإذن الله والأهم من ذلك أنه سلوك حضاري إحنا لما ندخل مدرسة مثلا ونحصر الطلاب يلعبون بثياب ونشوفهم جميع بدون حذاء رياضي نستنكر المنظر وهذا شيء غير لائق لذلك حتى نكون حضاريين ونكون أيضا بمظهر جميل يجب أن نحضر إلى حصة التربية البدنية أو ممارسة الأنشطة الرياضية باللبس الرياضي الكامل سواء كنت في المدرسة أو في أحد الأندية خارج المدرسة أو في حدائق الحي أو في أي مكان تمارس فيه الرياضة يجب عليك أن تلتزم باللبس الرياضي الكامل والحذاء الرياضي خصوصا هل من الضروري ارتداء الجوارب مع ارتداء الحذاء؟ نعم ويجب لبس الجوارب المناسبة وعدم الاستغناء عنها والاكتفاء بالحذاء فقط ما فائدة ارتداء الجوارب؟ للجوارب فوائد عدة منها عدم التعرض لجروح بالقدم عدم خلع الحذاء عند اللعب عدم ظهور رائحة مزعجة لك ولا الآخرين البعض أحيانا ونشوفها احنا ما نقول حاجة أنه فقط نتخيلها لا نشوفها في الواقع نشوفها في المدارس نشوفها في الحدائق نشوفها في الأندية الرياضية يرتدي الحذاء بدون جوارب في الأخير هذا قرارك انت ولكن تأكد أن الحذاء قد يعني ينتزم من قدمك بسبب أنه مش ماسك جيدا بسبب عدم لبس جوارب أيضا الجروح اللي تحصل في مؤخرة القدم في الكعب أو في الأصابع قد يقيك منها بإذن الله الشراب أو الجوارب لأن لبسك للجوارب أو الشرابات يكون حماية لك في مؤخرة قدمك أو مقدمة قدمك من الجروح لا سمح الله الأهم من ذلك اصدر رائحة كريهة من الحذاء قد لا تستوعب أنت الرائحة لأنه اللي حواليك رح يشمون الرائحة هذه وهذا الشيء رح يكون يعني ينفر الناس منك فلذلك يجب عليك أنك تحترم الآخرين بلبس الجوارب حتى لا تصدر رائحة كريهة تزعج بها الآخرين ثم يبتعدون عنك وقد لا تعلم السبب حينها لأنك رح تعتاد على الريحة لأنها موجودة معك بشكل دائم لذلك حافظ على ارتداء الجوارب مع الأحذية وقم بتغيير الجوارب كل مرة ليس كل مرة ترجع تشيل الجوارب وترجع تغتسل ثم ترجع تلبس نفس الجوارب لأ لازم تغيرها أو تغسلها حتى لا تصدر منك رائحة كريهة يا بطل طيب دخلنا بعدها على درس التوافق والتوافق جزء أو عنصر من عناصر اللياقة البدنية المهمة وهو قدرة الفرد على تحريك مجموعتين عضليتين مختلفتين في وقت واحد أو قدرة الفرد على التحكم في عضلات جسمه مجتمعة أو متفردة حسب متطلبات النشاط طيب معنى الكلام هذا يا أبطال التوافق بشكل عام هو يجمع دائما بين عضلتين في وقت واحد أي أني أممكن أعمل حركتين في اتجاه مختلف وفي وقت قياسي سريع طبعا يختلف التوافق ورح نتكلم عن أنواعه وطرق تنميته وأيضا العوامل المؤثرة فيه لازم نعرف أن التوافق من أهم عناصر اللياقة البدنية اللي يجب أن يتمتع فيها الرياضيين بشكل عام لماذا؟ لأنه أنت أحيانا تتطلب بعض المهارات تكون مركبة أو بعض المهارات تتطلب أداء حركتين في نفس الوقت أو استخدام عضلتين في جسمك بشكل مختلف لذلك يجب عليك أنك دائما تتمرن نفسك أو تعطي نفسك تمرين ترفع من عنصر التوافق لديك شوف مع بعض أنواع التوافق أولا التوافق العام والتوافق الخاصة التوافق العام هو القدرة على الاستجابة لمختلف المهارات الحركية باختصار التوافق العام يعني الكل تقريبا يملك هذا التوافق مجرد أداء حركات بسيطة قد تؤدي التوافق مثال بسيط أنك تمزك مثلا كرة السلة وتراوغ بين الأقماع أنت قاعد الآن تأدي المحاورة بالكرة أيضا بين الأقماع هذه تعتبر مهارتين وآداء لأكثر من حركة وآداء لأكثر من عضلة في وقت واحد وفي أسرع وقت ممكن وبدقة عالية أيضا هذا جزء بسيط من تمرين التوافق وهذا توافق عام تستطيع تلميته أيضا في المنزل التوافق الثاني هو التوافق الخاص هو القدرة على الاستجابة لخصائص المهارات الحركية للنشاط الممارس بما يعكس الآداء بفعالية خلال التدريب والمنافسات التوافق الخاص هو ما يخص رياضة معينة ودائما نقول نلاحظ التوافق أو عنصر التوافق دائما في رياضة مثل رياضة الجنباز نشوف اللاعب خصوصا في الجنباز الحر ينتقل ويؤدي أكثر من حركة في أجزاء من الثانية وليس الثواني أجزاء من الثانية يؤدي أكثر من حركة باستخدام أكثر من حركة أو أكثر من عضلة عفواً أيضا يستطيع أداءها بدقة كبيرة جدا لأنه خطأ بسيط قد يكلف خسارة المنافسة لذلك نلاحظ أن اللاعبي الجنباز أو الألعاب التي تحتاج دقة عالية يمتلكون عنصر التوافق بشكل كبير جدا مما يسهل عليهم آداء أكثر من حركة واستخدام أكثر من عضلة وفي أكثر من اتجاه وفي أسرع زمن ممكن وبدقة عالية جدا لذلك التوافق الخاص يأتي بعد ما تملك التوافق العام يصير تركيزك حسب اتجاه رياضتك أو حسب ممارسة رياضتك فأكيد كل رياضة لها طريقة توافق باستخدام العضلات المستخدمة في الرياضة نفسها يا أفطال العوامل المؤثرة أولا التفكير دائما في كل حاجة أنت لما تمارس نشاط رياضي أو تمارس عمل مثلا لو ترسم مجرد من أنك تفكر خارج آداء الشيء اللي أنت تسويه رح يكون آدائك أقل أو آدائك رح يكون أسوأ من المعتاد لذلك يجب عليك أنك لما تأدي حاجة يكون تفكيرك ونصب كاملا على أداء المهارة حتى تكون واصل بالتوافق إلى مرحلة عالية يا بطل اثنين الخبرة الحركية وهنا نتكلم أن الخبرة لا تكتسب إلا بالممارسة فأكيد أنه لما أنا أجي أأدي خبرة ما أكيد أنه لما أجي أأدي عنصر التوافق أكيد أنه يحتاج تمارين أكثر استمراري في أداء التمارين رح يجعل العنصر يزيد عندي وأكيد رح أكتسب خبرة كبيرة ثلاثة مستويات تنمية القدرات البدنية مستويات تنمية القدرات البدنية طيب مستويات تنمية القدرات البدنية أكيد أنه تفترق القدرات البدنية من شخص إلى آخر فأكيد أنه إذا عندنا فصل من 30 طالب نشوف أول حاجة تختلف طول طالب عن الطالب الآخر أيضا يختلف تكوين الجسماني عن الآخر هذا قد يستطيع أداء حركات لا يستطيع الآخر عليها لذلك التنمية أو التطور يفرق من شخص إلى آخر حسب التكوين الجسماني طيب طرق تنمية التوافق البدء العادي من أوضوع مختلفة كأداء التمرين أكيد التوافق يفرق في حركات كثيرة أنا لما أبدأ بوضع عادي من وضع الوقوف ثم أبدأ بالجري ثم أداء حركة مختلفة هنا رح يكون سهل لكن لما يكون من وضع مثلا وأنا في الهواء أغير حركة جسمي زي لعبي الجنباز مثلا هنا أنا واصل إلى مرحلة عالية جدا فدائما حتى نكتسب عنصر التوافق يجب علينا التدرج من البسيط ثم إلى الأصعب لا نبدأ دائما بالصعب لازم نتعلم من الأسهل ونتدرج حتى نصل إلى مستوى عالي أداء المهارات باتجاه عكسي والأداء في ظروف غير طبيعية أداء المهارات باتجاه عكسي مثل ما قلنا إحنا لما نجي ونتابع مثلا في رياضة الجنباز كيف أن اللاعب يستطيع أداء الحركات ثم يعكس اتجاه حركته بشكل سريع هذا يدل على أنه يملك توافق عالي جدا وبذلك دائما نشوف اللاعبي الجنباز يؤدون حركات وليفوزون لأنه الخطأ البسيط يكلفه شيء كثير فدائما يعتمد لاعب الجنباز أو لاعبي اللي يعتمدون على التوافق على تنمية عنصر التوافق بشكل كبير أداء التوافق بها ظروف غير طبيعية أكيد أنه المكان يفرق لما تأدي عنصر التوافق أو مهارة محددة أكيد أن الأرضية الأجواء المكان تفرق دائما فأكيد أنه اختيار المكان المناسب لأداء تمارين تخص عنصر التوافق تصل بإذن الله لمستوى عالي يا بطل تمرينات تنمية أولا الجري المتعرج مع تنطيط الكرة لما نتكلم عن جري المتعرج مع تنطيط الكرة أنا لما أملك كرة مشارط كرة سلة أي كرة كانت ما عندي أقماع مثلا أحط أحذية أو أحط قورير الماء وأحاول أني أدخل فيما بينها وأنا أنطط في الكرة كيف أبدأ بالتدرج في المهارة؟ أول حاجة المهارة تتطلب تنطيط بالكرة وأيضا تتطلب المحاورة أو المرور بين الأقماع أو قورير الماء أو أي كان الأداء التي تملكها في منزلك لذلك بداية نتدرج في آداء أو شيء لازم نتعلم المحاورة بعدها أحاول أني أدخل بين الأقماع بدون كرة بذلك أنا تعلمت المهارتين أبدأ بتركيبهم سوى ثم بعدها أبدأ بالتدرج بآداءهم بدون أداة ثم بآداء ثم حتى أتطور وأصير أغير حجم الكرة أزيد المسافة بين الأقماع أزيد عدد الأقماع وهكذا حتى أصل إلى مستوى عالي اثنين وقوف دوران الزراعين في اتجاهين مختلفين إحنا لما نجي ونسوي أي مهارة تخيل أن زراعينك تكون باتجاهات مختلفة وبدقة عالية هذه مهارة تتطلب أنك تصل بالتوافق إلى مستوى عالي فيفترض أنك مثلا تقرر أنه المرة الأولى سأحط اليد اليسار للأمام واليد اليمين للخلف والعكس اليد اليمين لليمين واليد اليسار للأسفل وهكذا تحاول أنك تركب حركات مختلفة بالذراعين حتى تصل لمستوى عالي وقوف تحريك الرجلين والتبادل مع دوران الذراعين باختصار يتطلب استخدام القدمين واليدين معناتها أن يأدي حركات تكون مختلفة مثلا مع اليد اليمنى تكون القدم اليسرى واليد اليسرى مع القدم اليمنى وأدناها في تمارين في بداية الحصة في حصة سابقة يا أبطال ماذا نقصد بالتعلق الرأسي بطريقة آمنة وصحيحة؟ يتطلب آداء هذه المهارة توفر عالظة مناسب للتعلق من حيث الحجم الذي يجب أن يكون صغيرا حتى يتمكن الطالب من القبض عليها بسهولة ويتم آداءها وفق الآتي القبض الأمامي على الآرضة من أعلى بحيث يكون باطني كفي اليدين مواجهين للأمام وظاهري كفي مواجهين للجسم الجسم على استقامة واحدة دون انثناء وتكون المسافة بين اليدين باتساع الصدر أولا المهارة هذه لا يفترض أن ننسويها في المنزل حتى لو توفرت على لدينا الإمكانيات لأنه لازم يكون لدينا معلم تربية بدنية أو مدرم متخصص أيضا يكون لدينا مراتب حتى لو سقطنا ما نسقط على الأرض الأهم من ذلك لازم يكون عندنا عارضة بمواصفات يستطيع الطالب أو يستطيع الممارس أن يقبض عليها بيديه كاملة ما يكون فيه مثلا عارضة كبيرة ما أستطيع أغلق يديه كاملة عليها أو تكون عارضة صخيفة تكون صعبة في الإمساك بها أيضا الأهم من ذلك لما أتعلق تكون العارضة مستواها أعلى من اليدين وهي مرتفعة عن الجسم يعني وأنا واقف أرفع يديني للأعلى تكون العارضة أعلى من اليد أو أعلى قليلا الأهم من ذلك أيضا يا أبطال أنه لما أتعلق تكون اليدين باتساع الصدر يعني ما تكون مفتوحة بشكل كبير ولا تكون مغلقة تماما تكون باتساع الصدر أيضا يكون باطن الكفين مواجه للأمام وظهر الكف مواجه للجسم بالشكل هذا وأقفض على العارضة ويكون الجسم على استقامة واحدة حتى أستطيع أداء التمرين على العارضة من دون أن أتسبب لنفسي بإصابات الرأس في وضعها الطبيعي والنظر للأمام ولأعلى قليلا نشوف الرأس بوضعها الطبيعي النظر يكون للأمام ولأعلى قليلا من الأخطاء طبعا دائما اللي تكون في أداء المهارة يكون النظر للأسفل وهذا خطأ الرجلين مضمومتين إلى بعضهما وتكون اليدان قابضة على عارضة التعلق نشوف هنا هذه العارضة نشوف كيف اليدين باطن يدين ممسك بالعارضة وظاهر الكفين يكون يواجه للجسم النظر للأمام والقدمين تكون مضمومة المهارة جدا بسيطة ولكن حتى نأديها بشكل جيد يجب أن تكون القدمين مغلقة تماما يجب أن تكون اليدين ممسكة باتساع الصدر للعارضة يكون باطن اليدين كمرحلة أولية أكيد أنه فيه تعلق مقلوب تعلق عكسي أيضا لكن نبدأ دائما بالسهل نبدأ تعلم مهارة التعلق بشكل صحيح يكون باطن الكفين مواجه للعارضة وظاهر الكفين مواجه للجسم وتكون باتساع الصدر الجسم على استقامة واحدة مع إغلاق القدمين ونتجنب الأخطاء الشايعة بالنظر للأسفل أو تحريك الرأس أثناء أداء المهارة حتى لا نتسبب بأنفسنا الإصابات وأيضا حتى نتقن أداء المهارة حتى يكون شكلك في أداء المهارة جيد جدا القبض باليدين على العارضة مع مد الذراعين والجسم ينبغي أن يكون الاتفاع العارضة مناسب لطول الطالب وهذا اللي ذكرناه تكون العارضة بالشكل هذا لما يرفع يدينا تكون العارضة أعلى من الاتفاع اليدين ثم بعدها يقبض على العارضة نشوف هنا الكفين تقبض على العارضة ظاهر الكفين يكون يشير إلى الجسم النظر للأمام والقدمين مضمومة نشوف هنا المرحلة النهائية ضام القدمين نظرا للأمام واليدين بالتسع الصدر والجسم على استقامة واحدة وذكرنا على أهمية أنه لما نقبض على العارضة ما يكون النظر للأسفل ولا تكون العارضة دائما بمستوى طولي أو أطول بشكل مبالغ فيه حتى لا نتسبب لأنفسنا بإصابات وإذا كانت بمستوى طولي أو أقل لن أستطيع داء المهارة بشكل جيد بعدها دخلنا على درس مرجحة الذراعان من خلف وأمام الجسم مرجحة الذراعان من خلف وأمام الجسم تمثل مرجحة الذراعين من أمام وخلف الجسم شكلا من أشكال تمرينات المرونة لمفصلية الكتفين وقد تستخدم في تهية العضلات والأربط لعمل عضلي يتضمن آداء حركة أو تطبيق مهارة حركية يتميز مفصل الكتف باتساع مداهل حركي والسماح للذراع بالتحرك في مختلف اتجاهات للأمام والخلف والأعلى والأسفل والجانبين اليمين واليسار بشكل عام مفصل الكتف المفاصل دائما هي المسؤولة عن الحركة مسؤولة عن الحركة فمفصل الكتف مداهل حركة واسعة أستطيع حركة يدي للجنب أستطيع للأمام أستطيع للخلف أستطيع للأعلى أستطيع الدوران وهذا يبين أهمية مفصل الكتف ودائما إذا حصلت إصابات دائما لبعض اللعيبة في مفصل الكتف تعيق عن ممارسة أي نشاط رياضي قد يكون تقول والله لاعب كرة قدم لن يستفيد من يده لكن لن يستطيع ممارسة أي نشاط رياضي متى ما أصيب في الكتف كفان الله وإياكم شر الإصابات خلونا نتطرق لدرسنا لهذا اليوم أو نستكمل درسنا اللي راجعناه في وقت سابق تتم مرجحة الزراعين من أمام وخلف الجسم من وضع الوقوف حيث يتم رفع الزراعين وهي مرتخية قليلا لتكون في وضع بين جانبا وأسفل في البداية يكون من وضع الوقوف ويتم ارتخاء الزراعين بالشكل هذا ما نكون في وضع شد لا يكون الجسم في وضع الوقوف ما يكون من وضع الحركة وليدين بوضع مرتخي تبدأ حركة المرجح بتحريك الزراعين من الجانبين إلى الأمام لتتقاطع أمام الجسم تكون من الجانبين ومن بعدها تبدأ للأمام بالتقاطع ما تكون للأمام بالشكل هذا كلها حركة صحيحة ولكن يقول هنا بالتقاطع بالشكل هذا واحد نين واحد نين تبدأ الحركة من الجنب واليدين في وضع ارتخاء واحد نين لما نلاحظ أن حركة الكتف هنا مع اليدين تهيئ المفصل لآداء حركات دائما تكون مرتفعة الشدة تتحرك في اتجاه عكسي من أمام الجسم مرورا بالجانبين ووصولا إلى الخلف تتقاطع خلف الجسم وتتكرر حركة في المسار نفسه من أمام وخلف الجسم تكون اليدين هنا بالشكل هذا واحد للأمام ثم بالشكل هذا للخلف سويها من الجانب بالشكل هذا للأمام ثم بالشكل هذا وح نين وح نين وتبدأ الحركة بالاستمرار حتى تستطيع أداءها لوقت زمني مثلا نقول 20 ثانيا أديها من مرتين إلى ثلاث مرات يا بطل طيب قبل لا ندخل على درسنا تتزمن وضع الاقعاء نصفا تكلم أن بعض الحركات قد يتبادل لذهن الطالب ما فائدة أداء المهارة قبل قليل مرجحة الزراعين دائما قبل أداء أي تمارين سواء كنت لاعب أو تمارس رياضة رفع الأثقال أو تمارس لعبة مثل كرة السلة أو اليد تكون أداء الحركات هذه أن الحركة جدا بسيطة تهيئ النفصل لمجهود بدني عالي الشدة أيضا تقيك بإذن الله من الإصابات لأنك تقاعد تهيئ المبصلي الكتفين لآداء مجهود بدني مرتفع الشدة أخيرا الاتزام من وضع الاقعاء نصفا يعد الاتزام من وضع الاقعاء نصفا أحد أشكال مهارات الاتزان الثابت التي تتضمن محاولة المحافظة على اتزان الجسم في وضع معين وفي مهارة الاتزام من وضع الاقعاء نصفا يكون الاتكاز على إحدى الركبتين على الأرض ومحاولة يبقاء الجسم في حالة اتزان بأطول فترة ممكنة أول حاجة لازم نعرف وضعية الاقعاء وضعية الاقعاء هي الاتزان أو وقوف الجسم على الركبتين مثل وضعية السجود في الصلاة ولكن أرفع جسمي للأعلى جسمي يكون واقف وليس مثل وضعية السجود بالجلوس لا ولكن يكون الجسم كامل وثق الجسم على الركبتين تبدأ المرحلة بوجود ركبة على الأرض والأخرى قدم مرتفعة حتى أحاول الاتزان لأكبر عدد من الثواني يا أبطال تبدأ مهارة الاتزان من وضع الاقعاء حيث يقوم الطالب برفع إحدى رجليه على الأرض مع مدة تدريجية من مفصلية الركبة والقدم في التجاه الخلف تتم عملية المدة الكامل لها ميل الجذع قليلا للأمام ورفع الذراعين للجانبين والمحافظة على الرأس مرفوع لأعلى والنظر متجه للأمام يصل الطالب إلى الاتزان من وضع الاقعاء نصفا والاتكاز على الركبة والجذع مائلا قليلا للأمام يتم الاقعاء دائما وضعية الاقعاء بالوقوف أو الجلوس على الركبتين وتكون ركبة على الأرض والركبة الأخرى تكون ممتدة للخلف مع القدم كاملا ودائما نذكر أنه إذا ذكرنا المهارة للطلاب يتم عملها بشكل سريع لذلك لا يحافظ الطالب على التوازن لما نعمل المهارة نحاول تكون ركبة على الأرض والركبة الأخرى تمتد تدريجيا ما نسوي المهارة بسرعة لما نمد الركبة تدريجيا قبل أن نمد الركبة نحاول نرفع اليدين جانبا حتى نحافظ على توازن الجسم من السقوط أيضا يكون نظري دائما للأمام ولأعلى لأن النظر للأسفل قد يتسبب لي في إصابات أو يختل توازن بشكل سريع أيضا الجذع يكون مائلا للأمام الرأس لأعلى والنظر للأمام تكون يدي مرفوعة ثم أبدأ بالتدريج بالتدرج برفع القدم للخلف حتى تصل إلى آخر مدى لها يا أبطال أحاول الاتزان إلى أطول فترة ممكنة وبعدها أكرر أداء المهارة بشكل دائما حتى أكتسب مهارة الاتزان يا أبطال بعدها دخلنا على درس تنطيط الكرة باليد الواحدة بطريقة صحيحة في الهواء أحد أهم مهارات التحكم والسيطرة وتستخدم لتنمية عدة مهارات في رياضات متعددة مثل كرة الطائرة الوقوف فتحا مع ثني الركبتين قليلا وثني الذراعين من مفصل المرفق حيث يكون الساعد موازي للأرض كف اليد متجه للأعلى يتم ضرب الكرة باليد من خلال حركة الساعد من نفصل المرفق مع تثبيت العضد يلاحظ أن ضرب الكرة يتم بواسطة حركة مفصل الرسق وعند لمس الكرة تنتشر أصابع اليد أسفل الكرة وتتحرك اليد إلى أسفل مع حركة الكرة لأسفل لتضرب الكرة إلى أعلى مرة أخرى أيضا لما أدي المهارة هذه أتذكر أنها تكون تدرج لرياضات كثيرة لما أبدأ أديها أول حاجة يكون فيه ثانين للركبتين يكون اليد أو العضد يكون موازي للأرض بالشكل هذا وتكون اليد بالشكل هذا ويكون حركة أو ضرب الكرة دائما من مفصل الرسق وليس من مفصل المرفق كثير يخطؤون تكون الحركة من مفصل الكتف يكون مدى الحركة واسع أي أو من مفصل الكوع وتكون الضربة غير دقيقة لا يكون العضد ثابت والساعد موازي للأرض ويتم تحريك الكرة أو ضرب الكرة من مفصل الرسق أيضا تكون اليدين مفتوحة وتنزل اليد لأسفل عند ضرب الكرة ثم ترتفع لأعلى مع ضرب الكرة نذكر دائما أن العضد يكون ثابت والساعد موازي للأرض واليد مفتوحة ويكون ضرب الكرة من مفصل الرسق ونتجنب الأخطاء بضرب الكرة أو تحريك اليد من مفصل المرفق مما يؤدي لاختلال حركتك أو اختلال حركة الساعد لذلك راح تأدي المهارة بشكل خاطئ ثبت العضد الساعد موازي للأرض ضرب الكرة من مفصل الرسق يا بطل راح تطور مهاراتك في آداء رياضات عدة مستقبلا في كرس الطائرة سلة اليد أو ألعاب اليد بشكل كامل في ختام الدرس يا أبطال أتمنى أنكم تكونون استفدتوا استمتعتوا معنا في مراجعتنا لهذا اليوم تستطيع العودة إلى أي درس كان عن طريق البحث عنه أستودعكم الله الذي لا تضيع ودايعه في أمان الله